نتحدث عن احتمال وقوع مجاعة لأنه في حرب روسية على أوكرانيا والمجاعة ستقع في دولنا العربية طيب معنا كم ساحات شاسعة من الأراضي وكم مليون عاطل عن العمل ثم نتساءل عن القمح الأوكراني وزيت دوار الشمس الأوكراني للأسف الشديد وفي عنا فساد أكل كل هذا اللي عنتي عم تحكي يعني احنا للأسف المنظوبة الفسادة الموجودة بالبطان العربي يعني فساد مطبيعي وتحسوا أنه كأنه مركب أو مجهز للسودان يعني سلة الغداء العربي كلنا بنعرفه يعني إذا زرعت الأراضي بالسودان ونهر النيل يشق السودان من الشمال إلى الجنوب يعني ما فيه والأجواء تساعد وللأسف أغرقوها بحروب وأغلقوها بهذا مصر يعني يا دوب عم تغطي 40 أو 30 أو 50 بالمية مع أنه بلد زراعي من الدرجة الأولى الجزائر اليمن يعني كلها فيها زراعات نحن عنا بسوريا بالعراق بالمناطق الشمالية للأسف الحكام العرب هذا الأمور حتى الآن يعني تركي للقديم يا أخي الآن حدثت مشكلة جيب لدولة عربية بمعنى كلمة أنه اجتمع وقال كيف بدي يحل الموضوع خلال الأربعة الشهر القادمة وكيف بدي يحله استراتيجيا لكل البحث أنه من وين ندبر بالسعر العالي ما علي شو ارتفع السعر بس كيف بدي نأمن لك يا أخي أمن للأربعة الشهر القادمة ولكن ادرس بعد الأربعة الشهر شو بدك تعمل بدك تضلت في سعر عالي كيف نأكل مما نزرع أيوة إذا طول ما أنا عم استورد الأكل واللباس فأنا دولة مو مستقلة قالها فقتلوها شكرا